يعني عايز أقولك بداية مرحلة جديدة من الموسم بعد طبعا إخفاق السوبر هنخش بقى على الحالات يعني أنا اخترت الصورة دي اللي هو دي اللحظة اللي أعلم فيها مارسل كولر أنا مش عايز أسبق الأحداثه طبعا كذا بالمنجمون لو صدقوا بس أنا في النهاية حاسز أنه خسارة اللقب ده جي في توقيت مهم جدا جدا لأن إحنا رايحين لمراحل أصعب ومنافسات أصعب بشكل كبير جدا فممكن يبقى لعله خير زي ما أقوله ممكن يبقى سبب لحاجات كتير أحسن جاية عدد طيب هنبدأ مع الحالة الأولى طبعا الكرة كانت كورنر للنادي الأهل اتعاملت عرضية أخرجها محمود جاد زي ما أنت شايف كده على حدود منطقة الجزاء ودي الكرة عند ريدا سليم ريدا سليم هنا كان ممكن أي حد تاني يا أحمد يسيب الكرة تعدي وراف المساحة ويرجع بالكرة للخلف ولكن ريدا خد القرار والكرة نازلة فيرس تايم بشماله هنكمل الحالة اللي بعدها وتصويبة ارتدت من المدافعين بص بقى الحالة اللي بعدها خلينا في الصورة الأولانية اللي تحت بص مساحة الضغط على إمام عشور وبص ريدا سليم يعني الصورة اللي تحت الصورة اللي فوق الأول ريدا بره خالص وهو وحواليه ثلاث لعيبة وإمام لسه ما قربش منه لعبة النادي المصري صورة أو الرؤية الكبيرة اللي عند إمام عشور في الكرة ننزل على الصورة اللي تحتها هاي بص إمام عشور لما قرب منه لعبة النادي المصري وقرب كمان ريدا سليم ودخل في منطقة يقدر يصوب منها إمام عملها له برؤية كبيرة جداً رؤية لعب فعلاً يرتدي التشيرت رقم 22 في النادي الأهلي أكتر في الاسسة بتاع إمام ده مش بس الرؤية ومش بس عارف إنه ريدا جاي في الحتة دي أو في المكان اللي حطاها ريدا السنس السنس طبعاً السنس السنس اللي عملها أمامت يعني سندة لعيب كبير وعنده رؤية وعنده إحساس طبعاً بالمكان مع الانسجام طبعاً مع ريدا سليم اللي خد طبعاً الكرة هو في الحالة اللي بعدها صوب هنخش على الحالة اللي بعد دي على طول ريدا سليم خلها تصويبة طبعاً مباشرة في المرمى ده يمكن الهدف الأول اللي فتح الجيم طبعاً بصورة كبيرة مع وفتح نفس ريدا أنا كنت أول مطش ليك في الدولة تسجل وعايز أقولك إنه هو أنا عارف إنه اللعيب الجديد في أول سيزن بالنسبة لي إنه خط جول دي بتفرق في ميزة كمان يا أحمد عند ريدا سليم يعني شعر بها الكثيرين من متابعي اللقاء مبارح إن أنت تحس إن ريدا سليم من أول مباراة دي مع النادل هل تحس إنه بيلعب في النادل أهلي بقاله سنة أو سنتين مثلاً يعني أنا شايفه مبارح لا ده هو أكتر لعب يحول على المرمى أكتر لعب يطلب الكرة وعايز يروح في المساحة عنده القرار دايماً المراوغة والانطلاقات فتحس إنه مش هايب المكان عكس اللي يبقى كتير واخدوا وقت لحد ما نسجب ونخش على حالة الهدف الثاني الهدف الثاني بص بقى أحمد دي كرة الهدف الثاني الكرة كانت من ريدا سليم يتلعبت لمحمد عبد المنع محمد عبد المنع كان ممكن يختار الحل الأسهل بالنسبة لهم يعمل الباص لربيعة ولكن خد الرسك باص وعمله بصورة مميزة جداً لأليو ديانج أليو ديانج هيستلمه بص بقى مين اللي جوة الدائرة الثانية ده الباص بتاع أليو ديانج يعمل لمن ده ده محمد هاني ودي بقى الوظيفة أو الشغل التكتيكي اللي عامله مارس الكولر ده محمد هاني بص موجود فين في أو دوره في الهجمة إنه هو موجود داخل الدائرة بالضبط ده محمد هاني هوا هيستلم الكرة وهيرفع عينه هيروح محمد هاني بالباص لبيرسي تاو المنطلق في الناحية اليمين خش على الحالة اللي بعدها دلوقتي هاني هو اللي وراء وبرسي اللي قدام نبص بقى عمل الأوفرلاب مميز جدا محمد هاني وكمل هنا هاني جاي من العمق الملعب مش جاي من على الخط بالضبط عمل الباص لبيرسي تاو بيرسي تاو استنى يطلع يتحرك عمل الأوفرلاب هو محمد هاني سبق بيرسي تاو ودخل للعمق وعمل الباص طبعا وهنا بس في الشوتين أو في الفريمين التلاتة أربعة اللي جايين محمد داني عشان يلحق الكرة مش هيبقى شايف بيرسي تاو فهنكمل الحالة اللي بعدها عملها له طبعا محمد هاني وخدها بيرسي تاو زي ما احنا شايفين سنة سيد عمل مصر حيب ومميز سنة سيد مميز بصراحة هو الطرد فرق مع النادي المصري خدها بيرسي تاو طبعا على أفضل ما يكون في الزاوية بمنسبة للمصري الكابتن سامير فكري لعب الدخلية هو مش جلال راحل المصري كان لعب الدخلية كمية فاولات تلاتة طرد مبارح عشان هو لعبه في مركز غير مركزه بصرف النعذر كمية فاولات يعني عادت المطش ده شفت كامل فاولات العمالها طبعا كان فيه عنف كان فيه انزار بتاعت كورة امام عشور لكن فيه يعني سبع ست كور واربع ست سبع كور واربع كده فيه واحدة منهم على الأقل تاخد فيه يعني تاعتمام عشور بالضبط يعني فيه هو خد انزار وكان فيه ثلاث انزارات المفروض ياخدهم بس يعني كابتان محمد عادل كان ليه رأي آخر طيب نروح للثالث والرابع والثالث انا يعني عموما لما بشوف فرقة بتلعب او بتحاول تلقى الهجمة من نص ملعبها لمناطق الخطورة في ملعب المنافس عن طريق لونج باس بحسها في أوقات كتير جدا اللي تحيلها يعني بحسها في أوقات كتير جدا حالة عجز فانك انت تتحرك بشكل فيه تدرج وتقدر تخلق حلول بشكل أكورة على الأرض وتوصل لك تهدف لكن اللونج باس بتاع امام ده انا مستعد أشوفه في كل مباراة لانه الحقيقة مش لونج باس عادي خالص انا بشوف الكرة اللي تبني لناس كتير جدا سهلة كرة فيها امكانيات كبيرة جدا سواء في حساسات القدم او في طريق التوصيل الكرة بالشكل ده لأ نقلة بشوفها يمكن مع أسست عبدالقادر يتنفسه على أفضل أسست في المباراة مظبور طب نجيب يلا نروح لجونة الثالث مع مصطفى لا هو الثالث ده مش نجيبه من الأول بس ايوة هنا نقف هنا بص السنس اللي انت بتكلم عن يا احمد هنا امام عشور معاك كرة في نص الملعب طبعا الباص عشان يتعامل بالطريقة بالطريقة الطولي ده يتعامل بالطريقة دي محتاج أولا جرأة وشخصية لعب وكمان سنس التلاتة موجودين في امام تبين الكرة دي قيمة امام عشور والكرة دي ممكن تفتكرها ولد الصدفة لكن انا هجيب لك لقطة زيها بالظبط في مباراة الاتحاد العاصمة يعني الناس برضو يمام عشور كم يقدم مباراة كبيرة على فكرة في مباراة الاتحاد العاصمة لكن طبعا الخسارة احيانا بتخلي حاجات كده ما تبقاش بيان في امام الباص ده مش وليد الصوت فهنكمل بص السنس الكبير قوي بص السنس بتاع امام عشور يعني سنس العيب كبير نكمل الحال بعدها كرة دي ما فهاش باور مفيش كرة دي ما فهاش باور كرة دي ماحتاجها سنس وكنترول في الفرق بين الباور هي صحيحة لونج باس فيه ضعيبة كتير جدا ممكن تعمل لونج باس ده بباس قوي يعني استردن فيه قوة بالظبط كده وده قلت لكم لو كرة دي رايحة بقوة لبيرسي تاو ما كانتش نزلت بالنعومة دي وما كانش بيرسي تاو عارف يلحقها بالسهولة دي حاجات توني كروس دي حاجات توني كروس دي لو فيها قوة هتجري وكان بيرسي تاو هتجري وراها عنده سنس كبير قوي جدا وده باين لما بتاعت بيرسي تاو يعني عكس الاتجاه نكمل حالة بعدها وطبعا الهدف التالت يعني دي الإمام عشان الباص يعني ده الهدف الرابع بس يعني كنا عايزنا نربط بحالة إمام بس هنجيب الهدف بدلا ما هو جاب الهدف الرابع فاش مشكلة هنجيبها بعدين ده الهدف الرابع طبعا انت تكلمت عليه وفيه منافسة كبيرة فعلا بأحسن أساس تاني من فيهم ايو انا عايز قول هنا نقف هنا ده كريم فؤاد الهدف ده فيه حاجات كتير حلوة قوي كلها كورة كريم فؤاد هيعمل الباص لعب قادر وياخد مكان تاني يعني هيتحرق من غير كورة دي حاجة الحاجة التانية بص الباص لعب قادر يكمل الحالة هنقف هنا عب قادر ما عملتش الكورة بكعبه بغل نظر عن مهارة عب قادر الكبيرة لكن الباص لو اتعامل يعني الوان تو دايما لما بتعمل صريح كان هيخبط في المدافع في دبش لكن هو عشان لقى المكساحة الوحيدة اللي تلاعب بانها الباص طبعا في الزوية التانية هيتبان أكتر الحالة اللي بعدها نقف هنا الباص لو اتعامل صريح من عب قادر هيخبط في رجل دبش لكن عب قادر عارف السنس بتاعه برضو والرؤية طبعا وعارف ان كريم فؤاد كمان يتحرك هنا برضو تباين ان فيه انسجام وتجانس كبير جدا بين عب قادر وكريم فؤاد وده حصلت في كذا لقطة بتاعت محمد هاني وبرستاو نفس الكلام نكمل بص الكذر ده يباين أكتر ده دي باينة أو الكذر ده باينة أوي عن فكرة عبدالقادر ما فكرش خالص هو واخد الكرار وخد بالك انه المساحة اللي بين كريم فؤاد يعني المساحة اللي بين عبدالقادر وبين كريم فؤاد لحظة ما كرة كت مع كريم عشان يباينها لأحمد دياء جدا فهي كرة عبال ما تروح له في لعيبة كتير جدا هتعد تفكر كتير هعمل ايه في كرة دي ممكن استلم ممكن استلم ممكن استلم ممكن استلم او ممكن ترجع الوراء او ممكن تعمل بط رجل صريح في جزء من الثانية مش هتاخد القرار بل انا بقول لك اللعيب انا يعني ده احساسي الشخص يعني انا برضو لعبنا كرة اللعيب الموهوب جسمه بيتحرك ويتعامل بالفترة يعني هو بيفكرش هو عارف جسمه هيتصرف ازاي وهيعمل ايه من غير ما يبزي المجهود مسبوك هذه اللعطة اللي تلخص تلخص طبعا اسيست عبدالقادر وابسوط لكريم كمان انه سجد طبعا طبعا يعني بقولك الجندة في كل حاجة تحرك والفينش كمان حلو جدا يعني هو الفينش طبعا بتاع كريم كان عايز يوديها بوش رجل الخارجي في البعيدة هي ما خدمتهوش بس ربنا برضو يعني كان رادي ندخل دول القرار يعني القرار فاجئ حتى محمود جاد فطبعا يعني انا بحية عبقادر على السروباس والاسيست الكبير اول فكرة العالي عند عبقادر لانه اسيست بصراحة يعني الاتنين كويرة كمان على فكرة كريم فؤاد كوير جدا جدا حتة وش رجلة بوتريكة اه خدها محمود جاد نكمل بقش نسريح نجيب بس حالة امام عشور لان نكمل بقى حالة امام عشور اللي انا عايز اجيبها بتاعة ماتش الاتحاد العاصمة اللي اربطها دي لا هنا ده يعني مش هيدي بس دي بص هنا ده حسن الشحات اه امت امام عشور في لعب رقم 8 والله مركزية بقى ليه ليه امام عشور اللي عيب كبير ومختلف عن اي حد وليه امام عشور افضل لعب 8 في افريقيا مش في مصر بس امام عشور بيوصل لمناطق في الملعب مش اي تمانية بيوصل لها يعني امام عشور نكمل حالة بعدها ده حسن الشحات امام عشور لعب له الباص التول لنا بدي كالب الوان تو برضو اللي لسه حاصل بنعب قادر وكريم فهد التحرك من غير كورة بص ده امام عشور يعني بص امام عشور ده رمفود رقم 8 موجود جو داخل قلب مطلة الجزاء قريب جدا ممكن يجيب جون ودي ميزة مهمة جدا ده اللعيب الحريف واللعيب المختلف عن اللعيب النمطي والتقليدي نكمل حالة هنا ده خلاص يعني نكمل حالة بعدها يلا هنا بقى دي هنا تشوفنا السيست بتاع بيرستاو نفس بص بنفس بنفس السينس امام عشور في برد تحضل عصمة نفتح الكادر شوية الحالة اللي بعدها كورة دي يعني لو كانت كامل الجون كان يبجون حلو قوي بس هو القسف يا ما كاملتش جون الكورة دي تلعبت لمحمد هاني ندخل الحالة بعدها بص المسافة منين يا أحمد بص المسافة بعيدة جدا بص السينس بتاع امام عشور كورة بصت لمحمد هاني يعني في رؤية فاكروا البص ده لا ده كمان رؤية طبع يعني الرؤية مع الجرأة مع الشخصية مع السينس وان انت تبقى واصك ان انت هتلعب الكورة في المكان ده وتلعبها وانت متمكن وعارف انها هتوصل للعب اللي انت عايز توصلها له طيب فاني طبعا تبعين ايه بتموعة خليني نعفل مبارح بحاجة اخيرة كانت مصار تعليقات من الجمهور انتوني مودست ويمكن مارسل كولر تكلم عداء وقالك يا جماعة الرجل يعني ما عنديش شك في امكانياته وعشان يدخل مع الفريق محتاج وقت لكن هو علامة استفهام بالنسبة للناس مبارح كانت منتظرة انتوني مودست لكن ما شافتش اللي هي منتظرة على قل شايفين اداء مودست ازاي في المباراة الكورر اللي جات له اتعامل معها ازاي اللي محتاجه مودست عشان يخش في الفورما احنا متكلم على لعب دوري انجليزي لعب دوري ألماني لعب مع فرقة كبيرة بروسيا دوق جاي من بروسيا دورتموند فقصة الوقت والانسجام ممكن برضو بالنسبة للجميع تبقى مقلقة شوية طيب خلينا في البداية احمد نتكلم كورة قدم كورة قدم بتقول ان مودست اخر مشاركة رسمية ليه مع بروسيا دورتموند كانت يوم 29-5 يعني احنا دخلين على حوالي ثلاث شهور وعشرين يوم مودست لم يشارك او يلعب اي مباراة رسمية انضم للنادي الاهلي طبعا في وقت متأخر قبل غلق باب القيد كان على امل انه هو يدخل في مباراة السوبر ما دخلش فدفع بي كولر في مباراة مباراة مودست بلغة الكورة وانت لسه بتقول احنا لعبنا كورة لسه ما جابش النفس عارب فيه فيه مصطلح كده بين لعبت الكورة معرفة يقولك ايه كرشة النفس هو لسه عنده لسه التدريبات والاحمال وكل الكلام دوت مفيدة جدا للعب على المستوى البدني والمستوى العضلي ولكن احساس كورة القدم وانت تبقى بتلعب وانت فريش في الملعب وفاي وجايب نفسك لا بتحتاج وقت بتحتاج مباراتين تلاتة على الأقل لحد ما اللعب يستعيد وخاصة مركز المهاجم مودست بيلعب في مركز حساس جدا امبارع جات له واحدة هو جات له اكتر من واحدة ولكن خلنا نتكلم في السهلة اللي عملها الكيباس اللي عمله أليو ديانج المودست كانت كورة كانت انفراد طبعا محمود جاد فجأة ان هو طلع وطلع مسافة كبيرة جدا قفل المرمى تماما ولكن مودست زي ما بيقولك كده لو نفسه وجايب نفس المتشاط وزهنيا هو فاي مودست بتصرف في الكرة بطرق وإحنا شرحنا الحلقة اللي فاتت ولكن لسه هي دي بقى الحسة التهديفية اللي هتيجي مع المباراة مطلوب ايه علشان مودست ينجح مع النادي الأهلي اهي يمكن الكيباس اللي عمله ديانج حلو قوي بص بقى محمود جاد خرج لحد فين قفل المرمى يمكن لسه ما كانش مودست لحق يرفع عينه أو يشوف لانه هو لو كان لمح ان محمود جاد خرج بالمسافة دي كان عنده اكتر من الحل يقدر يتصرف فيه هنا طبعا ضغط مميز لأليو ديانج بص يا احمد اهو بص هو في الطبيعي هيتصرف احسن من كده ولكن هو خدها زي ما جات له على طول اللي هو القرار العادي اللي هو على قد ما طيدر سواء بعرضيات لان احنا شوفنا مبارح الكسافة العددية داخل منطقة الجزاء في كل تحرك بص مودست هنا نزل وعمل دور المحطة وبص يا احمد شايف التحرك بتاعه هو كان بيتحرك على امل ان هي تلعب له وتدخل القوي طبعا من محمود جاد على مش مقصودة طبعا اه بيرسي تاو سيبكتش محتاج ما يدخل فيها ولكن هو بيرسي تاو مش ما يدخلش فيها قاله ديانج لعيبها المودست ومش لعيبها البيرسي بس الكرة جات الناحيات فمودست لا يعني انا شوفت مبارح شوفت رأس حربة تسعة مهاجم صندوق بيتحرك بيعرف امتى يخرج بره منطقة الجزاء يسنت زي الكرة اللي احنا شفناها دي وعملها ديانج امتى يتحرك ويقطع بين المساكين كل ده موجود الاساسيات موجودة ولكن الحسة وموضوع التهديف هيجي مع المباريات ومع تخديم اللعيب عليه ومساعدته سواء عن طريق العرضيات اللي هو مميز جدا فيها وبيحبها وبيطلبها دايما باستمرار داخل منطقة الجزاء او عن طريق طبعا انهم يساعدوه في التمريرات الطولية والبينية الماكان هتطلعه ماش زي لا هتطلع ان شاء الله يعني انا براهن عليه لغاية دلوقتي سان جوج سريعا قبل ما نروح لفصل سان جوج والتحضير لها من دلوقتي تعرف خلينا اتكلم عن سان جوج الاول معلوماتك عنه شايف المواجهة الاهلي وسان جوج ومن لحد جاء طبعا هي مواجهة اعتقد يعني الناد الاهلي يعني خلاص بعد مباراة المصري بالسكواد القوي ده اعتقدت مباراة بالنسبة سهلة نسبيا لكن ما بيش مباراة سهلة دلوقتي لكن سان جوج فريق كويس فريق مش قوي لكن دلوقتي احنا شفنا الفرق في أفريقيا طورت ودلوقتي حتى شفنا اغلب الجيش الرواندي بتعادل مع بيرامتس وحتى يعني مش عايزين في فرق بتعمل بريات في في أفريقيا كثيرة جدا كل قندية المصري في أفريقيا ما سجلتش هدف بالضبط ما سجلتش هدف بالضبط الزمالكة الغالة باتنين احمد احمد مش عايز يقول ارطة ارطة صولار لا اقول ارطة صولار عاني اهو مش عايز يقول ارطة صولار لا انا اتمنيت الزمالكة التوفيق ده شيء قابل لا خالص اتمنى ان شاء الله انه يكسب الزمالكة اكسب خلينا اكمل كلامي او نأجل كلامنا عن سان جورج لبعد الفصل ونفتح كمان بعده قصة اوروبا ومشاطة مبارح في دورة الابطال